اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحة في لجان محلية بتنظم يعني كانت القطر النسوية والقطر النقابية تعمل محل حكومة بتدير حياة الناس كان ابني هو الطفل الوحيد اللي بالسجن قديش كنت بحس المعاناة في عيون الأمهات السجنات التانيين كل واحد فينا تخيلت إنه ابنها كان في مشاركة مع كتير من القوى اللي كانت بإسرائيل إنها ضد الاحتلال بس إنه اللي هو غير زاقة بتلاقي بالنشينتي وماكو غير نشينتي يشعلي الشعب هوات والإقوة إنما ينواجه شعبنا تحديات يحتم علينا جميعاً أن نتوحد لا يمكن أن نتحرر إنه نكون نساء إلا في ظل وطن منتحرر ولا يمكن إنه نتضوق طعم الحرية في وطن محرر من الاحتلال ولكننا مستعبدين من قبل الفئات الأخرى في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر